بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تضعه في الميزان وعظيم الوزن بالغفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصة لك الفخور وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ليردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولك الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغله لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أقدار السماوات والأرض فغفظوا لا تغفظون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاسوا فلا ذن دصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شرقت السماوات فكانت فرد ذاكا فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 مدكين على فرش بقائمها من استبرق وجل الجنتين داد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يضمدهن إنسوا قبلكم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تبارك ربكما تكذبان تبارك ثم ربكما تكذبان والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعه في الميزان وعطيب الوزن بالقفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور واخلق الجان من مالج من ناو فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغله لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أقدار السماوات والأرض من أقدار السماوات والأرض فغفظوا لا تغفظون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاسوا فلا تندصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شرقت السماوات فكانت فرد داكا دهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يضمذهن إنسوا قبلكم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مبسور ودو في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركس ربك دل جلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تضعه في الميزان وعطيم الوزن بالقفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب بالعشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصة للك الفخور فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولك الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغره لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أقدار السماوات والأرض من أقدار السماوات والأرض فغفظوا لا تغفظون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواه من نار ونحاسوا فلا تندصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماوات فكانت مرد ذاكا دهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم نارد ذاكا دهاد فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس وناجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشهد يعرف المجرمون بسماوات فيخذ بالنواش والأقدار فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آد فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواد أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاقهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدقئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين داد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قصرات الطرف لم يضمذهن إن سوق ابنكم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناء لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصور وذور في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يغمثهن إنسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رفرف الخطر وعبطر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك سربك دل جلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعه في الميزان وأعطيب الوزن بالغفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزقنا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنظره لهم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أقضار السماوات والأرض من أقضار السماوات والأرض فغفظوا لا تغفظون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاسوا فناداً دصران فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فيهن قاصرات الطرف لم يضمذهن إنسوا قبلكم ولا جاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان كأنهن الياقوت والمرجاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان حور مبسور أدو في الخيام فبأي آلاء ربكما ذكذبان لم يغمذهن ينسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدكئين على رفع في الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان تبارك سربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعه في الميزان وأضيب الوزن بالغفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما ذكذبان خلق الإنسان من صلصة لك الفخور فبأي آلاء ربكما ذكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما ذكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما ذكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما ذكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما ذكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما ذكذبان سنغره لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما ذكذبان يَا مَعْشِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِنِ إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَوْفُذُوا مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاوْفُذُوا لَا دَعْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطُونَ فبأي آلاء ربكما ذكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسُهُ فَلَا دَنْدَصُرَان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فإذا شرقت السماء فكانت فرد ذاك الذهاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس وناجاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُ وَيُخَذُ بِالنَّوَاشِ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما ذكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما ذكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذكذبان ذواد أفنان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما من كل فاقهة زوجان فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدكئين على فرش بطائمها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فبأي آلاء ربكما ذكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما عينان لنضاختان فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهما فاقهة ونخل ورماد فبأي آلاء ربكما ذكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان حور مقصور وذوء في الخيام فبأي آلاء ربكما ذكذبان لم يغمذهم ينسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان تباركس ربكذ الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعه في الميزان وأعطيب الوزن بالغفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما ذكذبان خلق الإنسان من صلصة لك الفخور وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما ذكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما ذكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما ذكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما ذكذبان وله الجوار المشآت في البحر فبأي آلاء ربكما ذكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما ذكذبان يسأله ما في السماوات كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما ذكذبان سنفره لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما ذكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغفظوا من أقدار السماوات والأرض من أقدار السماوات والأرض فغفظوا لا تغفظون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما ذكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاسوا فلا تندصران فبأي آلاء ربكما ذكذبان 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 يرسل عليكما ذكذبان فبأي آلاء ربكما 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 ذكذبان ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورماد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حساد فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصور أدو في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يغمثهن ينسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رفرف الخدر وعبقر الحساد فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك سو ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعه في الميزان وأعطيب الوزن بالقفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العنس والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصة لك الفخور وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يردقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغره لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَعْفُذُوا مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاوْفُذُوا لَا دَا فُذُونَ إِلَّا بِسُرْضُونَ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّنْ نَارٍ وَلُحَاسُوا فَنَادَاً دَصُرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاوُ فَكَانَتْ فَالْتَدَاكَ الْدِهَادِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُ فَيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يغوفون بينها وغين حميم آد فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواد أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما ذكذبان حور مقصور أدور في الخيام فبأي آلاء ربكما ذكذبان لم يغمذهن ينسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما ذكذبان مدكئين على رفع في الخطر وعبقر الحساد فبأي آلاء ربكما ذكذبان تبارك ربك ذي الجلال والإكرام